اشتركوا في القناة وفي مقدمة ذلك النتائج الطيبة التي حققتها جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي ودورها في تعزيز العمل التطوعي والإنساني محليا وخليجيا وعربيا وخلق تنافس محمود في هذا الميدان الإنساني الرحب وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية المبادرات الإنسانية التي يتبنها سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة والتي أبرزت النماذج المضيئة في المجتمعات العربية التي تسخر نفسها لخدمة العمل الإنساني والتطوعي مشيدا سموه بأهمية جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي كونها تقدم صورة جميلة للمنافسة والتعاون الخليجي والعربي في خدمة الغير والتي يعكسها العمل التطوعي مؤكدا سموه دعم الحكومة لهذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في تكريس القيم الإنسانية النبيلة في المجتمعات العربية وتحفز الشعوب العربية على المزيد من البذل والعطاء وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الشباب البحريني دائما ما يكون في مقدمة ركب التحضر بما فيها العمل التطوعي الذي يستند على القيم والمبادئ السامية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وحث سموه على تبني المزيد من المبادرات التي ترتقي بقدرات الفرد ليكون عضوا فعالا يخدم وطنه وأمته وقد رفع سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على إسناد سموه المتواصل للعمل التطوعي في مملكة البحرين الأمر الذي قاد العاملين فيه نحو المزيد من التطور والتميز حتى تعدى صدى مبادراتهم وأنشطتهم الحيز المحلي إلى الخليجي والعربي مؤكدا سموه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو من يحمل دوما لواء دعم المبادرات الشبابية التي تعزز من قيم التكافل في المجتمع وتجعلها ثقافة عامة وتقود لتكريس طاقات الشباب في خدمة دينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم